لم تفلح حتى الآن الجهود المبذولة في تحريك سفينة الشحن التي جنحت وهي تشق طريقها في قناة السويس عن موقعها فمحاولات الجرفات والحفارات وزوارق السحب لزحزحة السفينة العملاقة باءت بالفشل معرض حركة الشحن العالمية لمزيد من الخطر مع تعطل حركة 150 سفينة أخرى على الأقل أما سبب الجنوح فعزته شركة أفرغرين مارين المشغلة للسفينة للرياح القوية لدى دخول السفينة للقناة من البحر الأحمر وهو ما أكده مسؤول مصري رفض الكشف عن اسمه حسب ما أفعلت وكالة أساشييتد بريس فيما تستبعد التحقيقات الأولية أي عطل ميكانيكي أو في المحرك السلطات المصرية اضطرت لتعليق حركة الملاحة مؤقتا بينما أعلنت الشركة اليابانية المالكة للسفينة أنها تواجه صعوبة قصوى في تعويمها وما زاد طينبلة هو تحذير خبراء من أن تحريك السفينة قد يستغرق أياما أو حتى أسابيع بعض التقديرات تشير إلى أن كل يوم تغلق فيه قناة السويس يعطل أكثر من 9 مليارات دولار من البضائع كما يمكن أن يؤثر الإغلاق على عمليات شحن النفط والغاز إلى أوروبا من الشرق الأوسط وبالتزامن مع ذلك عززت أسعار النفط الخام مكاسبها مسجلة ارتفاعا بنحو 4.5% رغم بيانات رسمية أظهرت زيادة في المخزونات الأمريكية من الخام والبنزين ونواتج التقطير ترجمة نانسي قنقر